سطر عام 2022 أحداثاً وفعاليات فارقة في تاريخ العلاقات المصرية الجزائرية وشهد هذا العام زخماً جديداً على مختلف الأصعاد السياسية والاقتصادية وأيضاً الثقافية والرياضية يضاف الحجم العلاقات الثنائية التي تضرب بجذورها أعماق التاريخ فعلى الصعيد السياسي شهد مطلع العام زيارة مهمة لرئيس الجزائري عبد المجيد تابون إلى القاهرة في الرابع والعشرين والخامس والعشرين من يناير تلك الزيارة حملت دلالات عديدة أهمها الرغبة السياسية المشتركة لتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وصولاً إلى مشاركة حقيقية فمنذ انتخاب الرئيس عبد الفتاح أسيسي رئيساً لمصر في عام 2014 شهدت العلاقات المصرية الجزائرية دفعاً كبيراً حيث اختار الجزائر لتكون وجهته الخارجية الأولى بعد انتخابه كما ثمنت الرئاسة الجزائرية زيارة تابون للقاهرة وصفة إياها بأنها زيارة عمل وأخوة وتشكل فرصة لتعزيز العلاقات التاريخية والسياسية بين البلدين واتفق الرئيسان المصري والجزائري خلال هذه الزيارة على دفع أطل التعاون الثنائي بين البلدين من خلال تفعيل آليات التشاور والتنصيق بينهما على كافة المستويات كما أعرب الرئيسان المصري والجزائري عن حرصهما على مواصلة العمل على زيادة الاستثمارات المتبادلة بين البلدين ووجه الرئيسان بتكفيف التنصيق خلال الفترة المقبلة لتفعيل آليات العمل العربي المشترك في إطار جامعة الدول العربية وفي مارس تشكل مجلس رجال الأعمال المصرية الجزائري في إطار الحرص على تعزيز حركة التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة والتعاون الصناعي بين البلدين أما في التاسع والعشرين والثلاثين من يونيو أن عقدت اللجنة المشتركة العليا برئاسة رئيسي حكومتي البلدين وهي أول اجتماع للجنة مشتركة عليا تباشرها الجزائر منذ بدء جائحة كورونا أما على صعيد الفعاليات الرياضية شاركت مصر في النسخة التاسعة عشرة من دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط التي أقيمت بوهران في الفترة ما بين الخامس والعشرين من يونيو والخامس من يوليو بأكبر بعثة رياضية في هذه الدورة وعلى صعيد الفعاليات الثقافية أحيت الأوركستر السمفونية المصرية حفلا كبيرا في المهرجان الثقافي الدولي للموسيقى السمفونية في نسخته الثانية عشرة أن منعقد بدار الأبرى بالجزائر خلال الفترة من الخامس عشر إلى العشرين من أكتوبر وبهذا كان عام الفين واثنين وعشرين حافلا بالعديد من الفعاليات وتبادل الزيارات الثنائية الهامة بين البلدين شقيقين ليشكل انطلاقة جديدة للعلاقات نحو آفاق أرحب وأشمل كما تجمع مصر والجزائر علاقات اقتصادية قوية واستثمارات مشتركة لينعكس ذلك في حجم التبادل التجاري الذي ارتفع بنسبة 21.5% خلال عام 2023 وعززت مصر والجزائر علاقاتهم التجارية لإقترب حجم المبادلات بينهما إلى عتبة المليار دولار للمرة الأولى في عام 2023 علاقات اقتصادية قوية واستثمارات مشتركة تجمع مصر بشقيقاتها الجزائر لينعكس ذلك على حجم التبادل التجاري الذي ارتفع بنسبة 21.5% خلال عام 2023 وعززت مصر والجزائر علاقاتهم التجارية ليقترب حجم المبادلات بينهما إلى عتبة المليار دولار للمرة الأولى خلال عام 2023 وتتمثل أغلب الصدرات المصرية للجزائر في المنتجات نصف المصنعة والمواد الأولية بينما يعد الغاز السائل بأنواعه من أهم الواردات الجزائرية لمصر حيث بلغت تلك الواردات نحو 71.5 مليون دولار أي ما يمثل 95% من إجمالية الواردات ككل خلال تلك الفترة تأتي الجزائر في المرتبة الخمسين من حيث الدول الأجنبية المستثمرة في مصر ويبلغ عدد الشركات الجزائرية العاملة في مصر ما يقارب 60 شركة برأس مال مصدر 112 مليون دولار بينما تبلغ نسبة مساهمة الجنسية الجزائرية نحو 51 مليون دولار وتتنوع الأنشطة الاقتصادية لشركات الجزائرية العاملة في مصر بين قطاعات صناعية وخدمية وزراعية وتكنولوجيا المعلومات وتضم الجزائر 25 مشروعا مصريا في قطاعات البيتروكيمويات والاتصال والكابلات القهربائية والإنشاءات والأشغال العمومية والخدمات والزراعة وتأمل مصر والجزائر أن يلعب مجلس الأعمال المصري الجزائري دورا في فتح أسواق وتنفيذ مشروعات مشتركة في كل المجالات حيث تعهدت الجزائر برفع صادراتها إلى مصر من البتجازي بنسبة 50% ليبلغ 1.5 مليون طن سنويا وفي يناير 2022 خلال زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تابون لمصر اتفقت طرفان على إعادة تفعيل اللجنة المشتركة العليا بين البلدين وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بينهما وتفعيل آليات التشاور والتنصيق بينهما على كافة المستويات وأكد حرصهما على مواصلة العمل على تطوير علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين وزيادة معدلات التبادل التجاري وتعزيز الشراكات وتبادل الخبرات في مختلف المجالات بما يدعى مجهود الدولتين في تحقيق التنمية والرخاء وزيادة معدلات التبادل التجاري وتحسين آداء الاقتصاد